شيخنا حفظك الله ورعاك ذكر الله تبارك وتعالى هذه العبادة العظيمة على الرغم من سهولتها ويسرها لا يبذل الإنسان فيها الجهد العظيم إلا أن هناك تقصير قد نجد عند البعض نريد الحديث حول هذه المسألة شيخنا ما أهمية هذه أن يعي المسلم بالفعل عظم هذا الأمر عند الله عز وجل بارك الله فيك آخر حديثي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حفيفتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحائفه وفي صحيفته استغفارا كثيرا فالإنسان لا بد أن يدرك أن كثيرا من الناس يأتون يوم القيامة وفي صحائفهم كثير من متح فلان وعلان والثناء على هذا والطعن في هذا ولكن قليل من الثناء على الله سبحانه وتعالى والله وحده هو الذي يستحق الثناء وهو الذي أنعم عليك بكل ما لديك هو الذي خلقك وسواك وهو الذي هداك للإسلام والإيمان وهو الذي أعطاك هذه الجوارح وهو الذي خلقك في أحسن تقويم وهو الذي جعلك من خير أمة أخرجت للناس جعلك من هذه الأمة المحمدية التي اختار الله أن يبعث إليها محمدا صلى الله عليه وسلم جعلك من أمة القرآن الذي هو أحدث الكتب بالله عهدا وهو الخاتم لكل ما سبقه المصدق لما بين يديه من الحق أنعم عليك بالأمن والأمان وبالعافية فلذلك لا بد أن تكثر من ذكره سبحانه وتعالى فهو يرضى لك أن تذكره يرضى عن عبده إذا سقاه شربة أن يقول الحمد لله وإذا أطعمه أن يقول الحمد لله يرضى الله جل جلاله بذلك ولهذا فإن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم فهذا الذكر لا يعدله شيء ولذلك شرع في كل الأوقات وكان نبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه فأنت في الصلاة تقبل بالذكر وفي الحج تلهج بالذكر وفي الصيام يسرع لك الذكر وعند نومك يسرع لك الذكر وعند استيقاضك يسرع لك الذكر وفي الصباح يسرع لك الذكر وعند المساء والإقبال على النوم يسرع لك الذكر وعند دخول المسجد يسرع لك الذكر وعند الخروج منه يسرع لك الذكر وبعد الصلاة يسرع لك الذكر مخصوص وعند دخول الخلاء يسرع لك الذكر وعند الخروج منه يسرع لك الذكر وعند دخول السوق يسرع لك الذكر وهكذا في كل الأمور ما من أمر من أمور حياتك الله له ذكر مخصوص يشرع له وهذا الذكر كما ذكرت ذقيل في الميزان ونحن جميعا معرضون على الله سبحانه وتعالى وسنرى موازين القسط بين أيدينا كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسني شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فلابد أن يحرص كل فرد منا على تثقيل كفة حسناته وهو يعلم أنه فرط كثيرا فيما بينه وبين الله فكل إنسان منا استطر بستر الله جميل ستره الله على كثير من الهنوات والهفوات ما بينه وبين الله ولولا سيطر الله لما استطاع أحد مننا أن يجالس أحدا ولما استطاع أحد مننا أن ينظر إلى أحد بل لمات الناس من رائحة ذنوبنا وتقصيرنا في جنب ربنا سبحانه وتعالى والله جل جلاله ينادنا نداء كريما فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسني حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فلابد يا إخواني ويا أخواتي أن يكون لكل فرد منا خبيئة من الذكر بينه وبين الله سبحانه وتعالى في خلواته وفي جلواته فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله والذي يذكر الله في الملأ يذكره الله في ملأ خير منه ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ون عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة سبحان ربنا ما أكرم